في البداية اللاحظ هنا يقول يمكنك ركوب دراجتك الخاصة والذهاب بها إلى منزل صديقك إذا علمت أن سرعة سير الدراجة يستغرق 1 على 5 كيلو متر في الدقيقة الواحدة فكم كيلو مترا ستقطع إذا علمت أن بعد منزل صديقك يستغرق 3 و 3 دقيقة فقط اللاحظ هنا أنه عبارة عن حاصل ضرب كيف عرفت أنه 1 على 5 كيلو متر في الدقيقة الواحدة وأنا لدي ثلاث دقائق بغض النظر عن الكسر الموجود بجانب ثلاث دقائق لذلك إذا كان مثلا لو أخذنا بشكل عدد صحيح 5 كيلو متر في الدقيقة فكم كيلو متر ستقطع إذا علمت أن بعد منزل صديقك يستغرق 3 دقائق إذن ثلاث ضرب خمسة رح يعطينا 15 لكن هنا هي عبارة عن كسر حاصل ضرب كسر مع عدد كسري مع عدد كسري لذلك على الطالب أن يعرف الآن ما هي المعطيات الموجودة وما المطلوب هذا هي نص الحل لذلك نبدأ الآن في هذا الحل واحد على خمسة واحد على خمسة ضرب العدد الكسري ثلاثة واحد على ثلاثة واحد على خمسة حاصل ضرب مع العدد الكسري اللي هو عبارة عن عدد صحيح بالإضافة إلى كسر إذن واحد على خمسة مضروب في مضروب في ثلاثة زائد واحد على ثلاثة الآن رح نستخدم خاصية التوزيع في عملية الضرب إذن واحد على خمسة مضروب في ثلاثة زائد واحد على خمسة مضروب في واحد على ثلاثة إذن واحد على خمسة في البداية ثلاثة عبارة عن ثلاثة على واحد عملية الضرب أو حاصل الضرب كالتالي البسط مع البسط والمقام مع المقام إذن واحد ضرب ثلاثة اللي هو البسط على المقام اللي هو خمسة ضرب ضرب واحد زائد البسط مع البسط اللي هو واحد ضرب واحد والمقام خمسة المقام خمسة ضرب ثلاثة الآن نعمل حاصل الضرب البسط إذن واحد ضرب ثلاثة رح يعطينا ثلاثة وخمسة ضرب واحد رح يعطينا خمسة زائد واحد ضرب واحد رح يعطينا واحد وخمسة ضرب ثلاثة وخمسة ضرب ثلاثة رح يعطينا خمسة طعش نلاحظ هنا أن المقامات غير متشابهة إذن نبحث عن عدد نضربه في خمسة رح يعطينا خمسة إذن خمسة ضرب ثلاثة إذن مضروب في ثلاثة في البسط وكذلك في المقام إذن ثلاثة ضرب ثلاثة في البسط رح يعطينا رح يعطينا تسعة على خمسة ضرب ثلاثة في المقام رح يعطينا خمسة عشر زائد واحدة على خمسة كما هي لن تتغير إذن تسعة زائد واحد رح يعطينا عشرة على خمسة عشر الآن هذا حاصل الضرب لكن رح نعطيه فيه أبسط صورة رح نعطيه الجواب فيه أبسط صورة ما القاسم المشترك الأكبر ما بين العشرة والخمسطاعش طبعاً نعلم أنه هو خمسة إذن بالقسمة على القاسم المشترك الأكبر خمسة وهذا رح يعطينا الناتج عشرة تقسيم خمسة رح يعطينا ثنين خمسطاعش تقسيم خمسة رح يعطينا ثلاثة إذن هذه طريقة من طرق الحل في طريقة أخرى رح نحلها الآن بالأعلى هنا واحد على خمسة ضرب ثلاثة واحد على ثلاثة إذن واحد على خمسة هذه الطريقة الثانية مضروفة في نفتح قوس الثلاثة عبارة عن تسعة على ثلاثة إذن تسعة على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة وهذا رح يعطينا هذا رح يعطينا إن واحد على خمسة مضروف في المقامات الآن لاحظ أن حاصل جمع كسرين مقامات متشابهة ثلاثة ثلاثة إذن المقام هو كما هو ثلاثة والبسط نجمع تسعة زائد واحد رح يعطينا رح يعطينا عشرة إذن حاصل البسط مع البسط رح يعطينا عشرة والمقام مع المقام خمسة ضرب ثلاثة رح يعطينا خمسة والقاسم المشترك الأكبر بين العشرة والخمسة ضرب ثلاثة إذن ناتج في أبسط صورة رح يعطينا ثنين على ثلاثة إذن ستقطع ثنين على ثلاثة كيلو متراً في ثلاثة وثلثة دقيقة والذهاب إلى منزل صديقك بها الراجعة وشكراً لكم اشتركوا في القناة